أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة أسلحة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لمساعدة الجيش الأوكراني لمواجهة العملية العسكرية الروسية ووفقا لمذكرة للبيت الأبيض أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إذن بايدن بهذه المساعدات باستخدام سلطة رئاسية تتيح له السماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية تشمل الحزمة أنظمة صوريخ هايمرس ونظرات للرؤية الليلية وألغام كلايمر ومعدات لإزالة الألغام وقذائف مدفعية عيار 105 مليمترات وأخرى دقيقة التوجيه عيار 155 مليمتر